هذا وجدد بلينكين دعم الولايات المتحدة لإسرائيل عسكريا وديبلوماسيا في مواجهة حماس قال بلينكين إن واشنطن تبذل جهودا ديبلوماسية لمنع توسع رقعة المواجهة والإفراج عن الرهائن نرحب بحكومة الوحدة الوطنية المعلنة وسنوفر الذخائر وكل المساعدات العسكرية لإسرائيل دعمنا وصل إلى هنا ودعم إضافي في طريقه للوصول الدفاع عن إسرائيل أمر يهمنا جميعا ونكرر تحذيرنا للدول والأطراف الأخرى سعية لحرب ضد إسرائيل بألا تفعل ذلك فالولايات المتحدة تقف من خلف إسرائيل وتؤمن لها الدعم سنعمل على الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس في أسرع وقت ممكن عبر جهودنا الدبلوماسية في المنطقة وسنمنع توسع الصراع نعلم أن حماس لا تمثل تطلعات الشعب الفلسطيني للعدالة والكرامة ولا تمثل المستقبل الذي ينشدونه